طيب احنا معنا واحد حبيبك اوي كان معك في السفريات على طول وهو دمه خفيف اوي هو موجود هنا معنا في قناة النادي الالي معانا عارف مين مين يا كابتن محمد حشيش اه ماشيش كان نتليك معاها سولادك جوناتك لا محمد اه ده اخونا وحبيبنا اه حنشوف محمد حشيش هيقولك ايه وترد عليه ماشي كابتن طبعا النهاردة يعني نتكلم على كابتن فوز سكوتي او ساد تلو بقى فوز سكوتي بصفته طبعا زابة شرطة كبير بداية التعارف طبعا احنا الاثنين يعني من ابناء النادي الاهلي من السبعينات وطبعا بحكم ان احنا كلنا كنا بنتمرن في حتة واحدة وهي طبعا فرع الجزيرة وكلنا مع بعض في حتة واحدة بنتمرن فكنا طبعا عارفين الاجيال اللي هي اكبر يمكن فوزي اكبر مني شوية فرق على مطشاتهم اتفرجوا على مطشاتنا الى ان طبعا انضميت للفريه الاول وكان فوزي طبعا موجود في الفرع الكبيرة الحقيقة فوزي طبعا يعني جيل نص كده بين ثلاثة اجيال جيل طبعا كابتن الخطيب وكابتن مختار وكابتن مصطفى عبدو وكابتن ثابت البطل وبعدين الجيل بتاعه طبعا هو مجد عبدالغاني وشيف عبد المنعم وبعدين الجيل بتاعنا بقى انا وطهرة وزيد وعلى اميهوب الحقيقة يعني فوزي كان حبيب الكل وكان على علاقة طيبة بجميع اللعيبة والاجيال المختلفة هو شخصية طيبة جدا جدا زيادة على انه طبعا كان نجم كبير في وقت كان النجوم يعني كانوا نجوم بحق او حقيق زي ما بيقولوا كانت كمان بدايته مع الفريه الاول وهو صغير يمكن 18 سنة وكان بلعب زي ما قلنا في وسط لعبها كبيرة جدا جدا وأثبت وجوده من اول مباراة لعبها يمكن اعتقد يعني فوزي طبعا يصحح لان كانت اول مباراة ليه هو الاهلي والاسماعيلي ودي متشاط كانت بتبقى متشاط قوية زمان وفي المباراة دي احرز هدف وصنع ضرب الجزاء واحرز ضرب الجزاء وابتدى طبعا الانطلاقة بتاعت فوزي في الفريه الاول وكان وقتها كان صعب قوي اللعيبة اللي طالع من الناشئين انها تلعب لان كان فيه كم لعيبة كبيرة جدا جدا يعني في وقتها فوزي لعيب كويس قوي قوي اذكر له كمان انه كان حظه عالي على فريق الاتحاد السكندري لان اذكر له مباراة مباراة شهيرة والناس الادام طبعا كلهم عارفينها مباراة الاهلي والاتحاد السكندري وفيها احرز فوزي هدفين ويمكن كابتن مصطفى يسأله بعد كده بقى ايه العتاب اللي كان بينه وبينه بين الله رحمه كابتن بوبو كابتن نادي الاتحاد بعد المباراة بسبب الجنين اللي فوزي يعني احرزهم يعني ايه العتاب بقى اللي حصل اللي الراجل كان وعدني في راجل عندهم كوي يعني عنده اجنس عربيات وتقال لي وعدني قال لي تكسبه الاهلي تجي تحط العربية بتاعتك دي وتاخد اي عربية اه قال لي يا عباوزي منك لله يا قلت ما عيش بقى تعود الله يرحمه الله الله يرحمه الله لا لا الصراحة اه اشتركوا في القناة